اعتراف للمرشد الإيراني علي خامينئي بوجود أزمة اقتصادية تعاني منها بلاده خاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة العقوبات الأمريكية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني في الآونة الأخيرة حيث هاوى الريال الإيراني إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار الأمريكي تراجعت صادرات الخام الإيراني بصورة كبيرة جداً في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري وفقاً لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع سريان العقوبات الأمريكية بدأ في أغسطس الماضي بعدما حقق ترامب وعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق أن ذكره في حملته الانتخابية استهدفت عقوبات واشنطن عدة قطاعات في إيران أبرزها صناعة السيارات والذهب والمعادن ومشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتواجه إيران أزمات اقتصادية غير مسبوقة على الرغم من أن الحزمة الثانية للعقوبات الأمريكية سيتم سريانها في نوفمبر المقبل وتستهدف القطاع النفطي والبنكي الإيراني أما الشارع الإيراني الذي عبر عن غضبه الشديد من الأوضاع الاقتصادية السيئة حيث خرج ألاف الإيرانيين في مظاهرات تطالب الحكومة بوضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية لا سيما أن السوق الإيراني شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعات حدة في أسعار أغلب البضائع والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف فيما توقفت مصانع وشركات عن العمل لعجلها عن دفع الرواتب الشهرية